قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث إن مشاهد القتل في النصيرات تثبت أن الحرب تتزاد بشعة مشيرا لأن مخيم النصيرات بشكل ويشكل بؤرة الفاجعة التي يعيشها قطاع غزة ذكر جريفث أن مخيم النصيرات للاجئين أصبح مركز الصدمة الزلزالية التي لا يزال المدنيون في غزة يعانون منها لفتا إلى أن تناثر الجثث على الأرض يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة